اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حضر مخيف لمحمد بن علي بن عيف العامري لينتزع المركز الاول بقوة وداء المثير 13 دقيقة 27 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية تهانينة والناموس بينما الجولة الثانية نذهب الى جلجلة حيث حققت الناموس والانتصار بدون اي توامر لناصر بن عبدالله المسند ليهدي هالي قطر وممثل الخور 12 دقيقة 56 ثانية وثلاثة اجزاء من الثانية ليفوز بهذه الانطلاقة وسعد الله صباحكم يهالي الخور اما الشوطة السادس كانت نوف على موعد مع الناموس وهالي المرموم في الانطلاقة الاخيرة وكان حمدان بن محمد بن حمد بن درويش المنصور ينتزع المركز الاول وثاني افضل توقيت في الصباح هذا اليوم 12 دقيقة 53 ثانية وجزعا وحيدا من الثانية ليهدي هالي المرموم وقد مورننج للمرموم بينما الشوطن السابع كان سلهود لعبدالله بن خميس بن شالبود الخيلي هو من انتزع المركز الاول لحظات الاخيرة وحقق الانتصار ب13 دقيقة 26 ثانية وخمسة جزامنة ثانية واسعد الله صباحكم يهالي رماح على هذا الانتصار اما الشوط الثامن نهاية الجولة الثانية كان الشقي هنا سعيدا بهذا الفوز والانتصار لمالك حمدان بن سعيد بن يابر ويهدي هالي زعبيل هذا الفوز وهذا الانتصار ب13 دقيقة 14 ثانية وتسعة جزامنة ثانية من البداية حتى النهاية قاد الشوط واستحق ان يكون بطل لهذا الشوط اما الشوط التاسع والجولة الاخيرة من البداية كانت الشاهنية لسعود بن عبيد بن حامد الطنيجي ليهدي هالي بذيت هذا الانتصار ب12 دقيقة 55 ثانية وثمان اجزامنة الثانية وتهانينة والناموس وسعد الله صباحك اما الشوط العاشر كانت نشوة لهالي فليل المعلة ويأتي راشد مخلفان بشاوي الاغفل ليينتزع المركز الاول ب12 دقيقة 56 ثانية وثمان اجزامنة الثانية تهانينة على هذا الانتصار اما الشوط الحادي عشر حضر السميح ويأتي صالح بالعبد العويسي لينتزع المركز الاول مهديا نياه هذا الفوز والانتصار ب13 دقيقة 30 ثانية واربعة اجزامنة الثانية ويذهب السلام لهالي السلطنة بينما الختام مشاهدين الكرام كان شايم لهالي النجمة يحمل التحية الختامية في صباح هذا اليوم 13 دقيقة 22 ثانية وجزئين من الثانية والتهنية اكيد لبو عبيد السهيل بن عبيد من ايميع على تحقيق الانتصار في شوط الختام الى هنا مشاهدين اعزائنا اتي الى ختام انطلاقات سباق هذا الصباح الجميل في الساعة الثانية ان شاء الله يتجدد اللقاء بحضراتكم مع ايجن اصحاب السمو الشيوخ الى ان يحين ذلك المواد تقبل اجمل تحية من استاذ تيسي شنابلة ومن طاقم العمل جميعا في انطلاقات المرموم نلقاكم في المساء الى اللقاء اشتركوا في القناة